ها هي السعادة تملأ أرجاء غرفتها الصغيرة فاليوم هو الموعد الذي اتفقت عليه مع صديقاتها منذ الأسبوع الماضي ليتقابلن فيه لم تعد تطيق الانتظار فالشوق عرقل سير الدقائق حتى بات الوقت يمر بشكل بطيء جدا وأخيرا رنت ساعة الحائط قفزت مسرعة تستعد للخروج بفرح وما إن همت بارتداء عباءتها المحتشمة بعد أن انتهت حتى سارعت نفسها لتتحدث صديقتك هند تملك عباءة فاخرة تتباهى بها أمام الجميع دائما ورانيا تكتفي بطاطية شعرها فقط سعاد كذلك أما هانادي فقد ألقت بالحجاب بأكمله فكرت لبرها متأكدة بأنهن سيسخرن منها علاوة على عدم رغبتها بأن تغدو غريبة بينهم حسنا فقط اليوم سترتدي عباءة مزدانة بزينة بسيطة جدا وستضع قليلا من مساحيق التجميل ليس كما يضعنه هن قليلا فقط والآن حان وقت الخروج حرست أن لا يراها أحدهم كي لا ينكر فعلها هي تدرك تماما خطأ ما ستفعله شقت طريقها نحو باب الخروج مرورا بغرفة المعيشة كانت الجدة مصغية لإذاعة القرآن في خشوع حتى عطرت الطمأنينة جنيبات المكان ها هي تسرع بخطواتها وللحظة أصغت أذناها للآية التي تقرأ وتخشى الناس والله أحق أن تخشى عندها توقف الزمن لبرها فوقع الآية في قلبها ما أكبر والذنب في عينيها صغير ما أحقر عادت بذاكرتها قليلا تذكرت قصة رسخت في أعماق ذاكرتها تذكرت حين أخذت الفتاة تلح على والدتها باقتناء بنطال لها فهو ما كان يلبسنه صديقاتها وبعد نقاش عقيم قالت الوالدة كما تريدين سأشتريه لك وأعاننا الله على العذاب لتتفاجأ بورقة علقت على باب غرفتها في الصباح الباكر تذكرت جيدا ما كتب ماما لا أريد بنطالا أريد الجنة أخذت تستحضر عظمة ربها الذي يمهل ولا يهمل أترضينهم بصغط الله بئس فعله هذا ما كان يهمس به قلبها وعندها وبدون انتظار سارعت باستبدال حجابها بآخر محتشم ومسحت مساحيق التجميل وخرجت بكل عزة وهي تردد فليقول ما يقول أنت من أرجو رضاه أنت من تعلم أني لك أرخصت الحياة